اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج اللي حكي بالسياسة طفح الكيل خلاص بدي حقي ما بقى عندي شي اخسره يبدو انه هيد الجمل رح تكون عنوان المرحلة المقبلة ويبدو كمان انه البلد رايح على اسابيع سيخنة بالفترة اللي جاية اولا مع انفجار ازمة وداع المواطنين والتخوف من استعمال القوة والعنف لاستفاء الناس حقوقها من المصارف بالذات والانجرار الى فوضى وفلتان امنة وساعتها الله يسطر من العظم تانيا الاجواء السلبية يلي اشيعت بملف ترسيم الحدود البحرية عن رفض الجانب الاسرائيلي المقترح اللبناني وهذا بيعني يأما تنازل لبناني جديد لصالح الاسرائيليين او حرب شاملة رح تقضي علينا وعلى لبنان سياسيا الجمود بعضهم سيطر من دون تسجيل اي حركة على الصعيدين الحكومي والرئاسي ولكن الحدث الابرز كان استدارة تكوية او تشفيت الوزير وليد جنبلاط المفاجئة واستقباله وفد قيادة من حزب الله بدارتو بكليمانسو اقليميا بصيص امل مع الاستقناف المفاجئ لمفاوضات الاتفاق النووي بجولته الاخيرة بفييننا تفاصيل الاتفاق الجديد بعد سرية والكل بانتظار الرد الايراني والامريكي على المقترح الاوروبي كل هذه المواضيع رح نحكي فيها اليوم بحلقتنا ورح نبلش الحلقة الاولى مع استاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار ابو دياب اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا بصوت صباحك شكرا سيد جيمي شكرا لصوت لبنان وكل التحيات للمستمعات والمستمعين والمشاهدين والمشاهدين والمشاهدات والمشاهدين شكرا لك دكتور واهلا وسهلا فيك عن جديد ملف ترسيم لحدود يعني مبارح رشح هيك كم معلومة او خبرية انه الوسيط الامريكي ابلغ بالرفض الاسرائيلي على اخر الاقتراحات اذا بدك يلي تم تناولها مع الجانب اللبناني يا اصلا افضل كلمة تحديد الحدود او تعيين الحدود يعني حسب القانون الدولي نعم مسألة ترسيم يعني ترسيء بالفرنسية التحديد يعني ديليميتاسيون هي الاكتر دقة نعم ان كان بالحدود البحرية او البرية ولكن المسألة ليست تقنيات واكاديميات يعني المسألة وليست اخبار يعني تأتي وغير مؤكدة على الاقل رسميا امس نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ ياس او الصعب المكلف بهذا الملف يقول علينا ان ننتظر ولكن في نفس الوقت يقول انه يأمل قبل اخر هذا الشهر ان يكون هناك اجوبة واضحة كان قبله وزير الخارجية دكتور ابو حبيب متفائل انه يمكن ان نوقع بحدود الخامس عشر من سبتمبر ايلول انا هي الحقيقة في نهاية المطاف في هذا الملف اكثر ما يشغلني هو تضييع الوقت يعني لماذا لبنان ولو لم يوافق كليا على اتفاقه لكن الرئيس نبي بري بكل ما يمثل يعني هو يمثل ايضا حزب الله لنقول الشيح كما هي في النهاية كان قد اتفق على ان خطه هو قاعدة تفاوض وليس الخط 23 هو يعني ولكن هذا الخط هو خط 800 يعني يعطينا نتفاوض حول 860 متر مربع وكان هناك نوع من اخذ ورد حتى وصلنا الان في الفترة الاخيرة مع مدرية الجغرافية في جيش اللبناني مع خبراء وغيرهم نتكلم عن الخط 29 اذا التفاوض اما 800 وكذا او 1400 وكذا ولكن في نهاية المطاف يعني انا اكيد كلبناني اود ان اخذ الخط 29 وابعد من الخط 30 لكن هناك من يمثل لبنان لنعتبر الرؤساء التلاثة الذين اجتمعوا مع اموسوكشتاين اتفقوا معه على ان قاعدة التفاوض الخط 23 على ما يبدو حسب ما فهمت عندما عاد اخر مرة الوسيط الامريكي وعلى فكرة هو مدعوم اوروبيا مدعوم دوليا يعني حتى لم نسمع من الجانب الروسي او الصيني كلام ضده حتى الان على الاقل حتى الان الاهم انه بالطبع لم يعطي لبنان كامل ما يطلب لانه هناك تعرجات لكي تضمن اسرائيل تعرجات مطلب اسرائيلي تعرجات لكي تضمن اسرائيل حريتها في الحركة في التنقيب والاستخراج في حق الكريش وتمديد الانبيب حلق تمديد الانبيب وتكويع هنا حضرتك تحب كلمة التكويعات هذه التكويع كمان هي مشكلة يعني هي خط على طرف البلوكرا على طرف مع انه في يوم من الايام اتى احد من دوبي الشركات الغربية لعند الرئيس بري وفكرة الاستخراج المشترك مطروحة منذ فترة طويلة الاهم الان انه بغض النظر ماذا سنأخذ او ماذا لا نأخذ يعني بوضوح اتكلم انه حزب الله يفكر انه هو اذا حرك المسيرات اضاف عناصر القوة الى الموقف اللبناني لكن هل ان واشنطن او اسرائيل ستمنح حزب الله انتصارا سؤال او تمنح لبنان لمن سيهدى اتفاق هل سيهدى هذا الاتفاق ايضا لفريق عون قبل نهاية الولاية اصلا في انتخابات في الداخل الاسرائيلي وهناك انتخابات اذا هناك عوائق واصلا هل ان التولاتي الذي يعني يعتبر الان تولاتي يعني رغم انه هرولت الغرب وراء الايرانيين هناك تولاتي اسمه صيني روسي ايراني هل هو متحمس يعني هذه اسئلة تطرق وقادر يؤثر على هذا الملاغ وقادر يؤثر لان لعبة الغاز والطاقة ليست فقط في جنوب لبنان هي تمتد من جنوب لبنان الى الساحل السوري الى كل الشرق المتوسط يؤثر عبرمان الى اوكرانيا يعني المسألة يعني هي حرب اصلا روسيا اتت الى سوريا من اجل السيطرة على لعبة الغاز يعني كما كانت الولايات المتحدة الامريكية في كل سياساتها على ما دعتمد الولايات المتحدة منذ الخمسينات الى فترة بسيطة قبل استدارة اوباما على ثابتتين دعم اسرائيل والسيطرة على الطاقة والنفط الان روسيا اتت منذ 2011 الى سوريا واهم شيء ليس فقط نفوذها في المتوسط ليتصل بنفوذها في البحر الاسود الهم من الروسي الاخر هو خطوط الغاز وابقاء امكانية السيطرة ومن هنا رفضت خط غاز يصل من قطر الى سوريا فالتركيا ورفضت خط غاز يأتي من ايران الى العراق فالسوريا هناك اللي يقول انه حرب سوريا كلها من وراء اذا نحن امام منطقة اذا قسمت يوما امل الا تقسم لانه سايكس بيكو الان تحفت التحف ازاء كل هذا هذا التفتت وهذه الفوضى التدميرية ستكون ليس فقط على الحدود والهويات الطائفية والاثنية ستكون حول الموارد ومن هنا من هنا موضوعنا ليس بالبسيط نعم واعتقد انه الشباب يعني اذا سميتهم الشباب او المنظومي كما كان يسموه كما كان الذين نزلوا الى الساحات يسمونهم ثوار يعني ثوار بين هلالين المنتفضين المنتفضين المتألمين الذين عانوا يعني المحروك نفسهم المكبوتين المضطهضين يعني المقهورين مثل هذا الشخص اللي عملتهم بارح صحيح المهم انه بوضوح في ناس في ناس بالمنظومة في هذه المنظومة هناك من يريد ان يهرب من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع بدأ اي شيء يعني منذ 2016 لم يعملوا شيء اساسا وقبل ذلك ايضا ولكن ومنذ 2018 منذ مؤتمر سدر اسوأ ادارة الانهيار في العالم صحيح هي في لبنان ومن هنا صديقي هم على الارجاح يحاولون ايهام الناس الهرب من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بزرع اوهام حول ثروة وحول ترسيم او تحديد وفي نهاية المطاف البعض حتى يفكر ببدء الاستدانة من جديد على ثروة الغاز من دون ان يكون هناك قواعد لاستخراج غاز ونفط وكيف ستوزع نحن في بلد سقطت فيه المعايير لم تسقط فيه المنظومة بل سقطت منظومة القيم وهذا هو الأخطر دكتور ابو جيب حكيت عن ثلاثية هذه الثلاثية ممكن تعرقل المفاوضات أو الحل بمنطقة البحر الابيض المتوسط يلي خاصة بين اسرائيل ولبنان عبر مين عبر حزب الله أكيد حزب الله حزب الله عنده نظرته المعينة إلى لبنان وإلى هوية لبنان ولكن حزب الله مرتبط أيضا بهذا التحالف وبهذا المحور بالمحور الثلاثي نعم يعني هو هو الأساس فيما يسمى محور الممانعة والآن برأيي البكار توسع نعم لا يشمل البكار توسع ليشمر روسيا والصين لأن اللعب الدولي واسع يعني هناك مجابهة عالمية والمجابهة ليست فقط من تايوان لأوكرانيا يعني اليوم التكيز هيدا ثلاثي على حزب الله بالمنطقة حول الملف النوع يعني ليس حزب الله لوحده ولكن علينا أن نرى الأمور كما هي بواقعية حتى الآن حزب الله يقول إنه وراء الدولة اللبنانية ووراء الرأساء الثلاثة ولكن أنه يراقل الآن تقول لي إذا لم يكون هناك مفاوضات إذا عرقلت المفاوضات حول النوو الإيراني ماذا صيف الله يمكن يمكن للوضع هنا أن يضطرب أكتر لكن إذا المفاوضات حول النوو الإيراني أسفرت عن نتائج يمكن للوضع هنا أن يهدأ لا أقول سيكون هناك اتفاق حول تحديد الحدود أو حول الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لكن أنا أقول أنه سيكون هناك نوع من مراوغة في المفاوضات يمكن أن تدوم عدة أشهر يعني هذه لا تمرير مرحلة الانتخابات يعني مسألة الثلاثة وعشرين والتسعة وعشرين والتعرجات وحق الكريش حق الكهنا أين يوجد أين لا يوجد ستأخذ وقتا يعني علينا أن نكون المفاوضات اسمها مفاوضات يعني المسألة لن يقبل لبنان برؤية إسرائيل ولن تقبل إسرائيل بمقاربة لبنان ولكن حزب الله السيد حسن حط مهلة رح يلتزموا برأيك بهذه المهلة حلق يمكن أن تكلموا في غزة عن مهل الإسرائيلي قام بحرب أيام في لبنان يتكلمون عن حرب أيام أنا شخصيا لا أعتقد أنهم يعني أن هناك جهوزية عملية لحرب واسعة يعني لن يكون هناك تكرار لحرب شبيهة بحرب 2006 ولكن هذا لا يعني أن خطأ ما إنزلاك ما يمكن أن يؤدي إلى ضربة من هنا رض من هناك هل ستتوسع الأمور هل ستخرج عن نطاق السيطرة أيضاً في السياسة يعني في التاريخ في الإجمال التاريخ ليس في السيناريوهات مكتوبة سلفاً يعني غالباً هو ما هو غير متوقع يعني ويعتبرون أنه سيكون عندنا أحسن صيف وفي نهاية المطاف كان هناك ربما مسألة الأسرة ومن خلال مسألة الأسرة حصل ما حصل هذه المرة هناك سياح هنا وهناك سياح يعني ولو لبنانيين في لبنان وهناك سياح أيضاً في إسرائيل يعني بالطبع يعني الكل يتكلم عن آخر أغسطس قصداً لأنه في سبتمبر ستبدأ الحقائق ستبدأ حقائق معينة ولكن هذا يرتبط هذا يتشابك بعضهم مع بعض يتشابك كما قلنا مع الملف النووي الإيراني مع وضع المجابهة الدولية ككل نعم وأعتقد أن يعني كما حول غزة تمت التهدئة سريعاً لا أظن أن هناك إمكانيات لمواجهة كبيرة هذا لا أريد أن أبيع كلاماً في هذا هذا يمكن أن يحصل يمكن أن تحصل مجابهة أكبر ولكن عند ذلك ستتوسع نحو سوريا وميدانها الرئيسي ربما لن يكون لبنان بل سوريا في حال توسع نعم يعني صراحة لأنه اليوم كل العالم عم تسأل ماذا لو فشلت المفاوضات لو أين من نروح حرب أو تنزل يعني أنا حتى أكون حتى لا أغرق الناس بالتشاكم يعني لا أقول أنه وضع لبنان ميقوس منه ولكن عملياً يعني لبنان رهينة هو رهينة منذ 1968 إلى اليوم بيد من اليوم؟ بشكل أو بآخر بيد الجميع يعني أنا حتى أكون منصفاً يعني هو رهينة في الأساس بيد أكبر طرفين في اللعبة إيران وإسرائيل هو رهينة لبنان رهينة يا أخي لبنان منذ خروج إسرائيل هذا المحتل في العام 2000 ماذا تحسن في لبنان؟ حتى خرج السوري بيطلع بيطلع من خرج السوري ماذا تحسن في لبنان؟ لبنان رهينة رهينة في لعبة إقليمية و هل هذا اللبناني يستحق وطنه؟ سؤال كبير هي طبقة سياسية وليس الطبقة السياسية لوحدها حتى الناس 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 انتخبت الناس فكرت أنه بالانتخابات الانتخابات هو الترياق لم يكن الترياق الناس تنتظر الانتخابات الرئاسية ويمكن أن أن تحصل تقلبات وتغييرات كله كله العنوان الأساسي الاستقاق الرئاسي ولكن في نهاية المطاف هل أنه حتى مع رئيس جديد أريد أن يشيل الزير من البير؟ لا أمام هكذا واقع لبنان رهيني لبنان رهيني لأن النفاق الدولي كبير نعم يعني ليس مهم من القول أنه تطبيق القرارات الدولية من سيطبب طب ما عنده قوة ما عنده قوة لبنان من يقدر يفاول فيها بس من سيطبب القرارات الدولية أخي اليونفل في جنوب لبنان ماذا تفعل؟ حرص حدود وإلا ولا تقوم بوجبة يعني هذه اليونفل حتى لا أكون سلبي جدا يعني ماذا فعلت؟ منذ 1978 إلى اليوم مش مطلوب من ناشي يعني على أيام الفلسطينيين كانت تراقب ماذا يفعل الفلسطيني والإسرائيلي اليوم بتعد الصواريخ الآن تراقب وتعد الصواريخ إذن العالم كل كلامه عن الاهتمام بلبنان كلام بلقيمي ولبنان مع وجوز ساحات أخرى مثل الساحة السورية الساحة العراقية الساحة اليمنية مع الأسف أصبح عبق على نفسه وعبق على العالم ولبنان يتركها كذا عبقا على حزب الله يعني حزب الله ربما لم يشاء أن يأخذ الأكثرية لا يريد هو أن يصعد إلى بعبدة يريد وكيل أو يريد كذا ويريد كذا هناك لحظة حقيقة هل أن حزب الله في لحظة عينة سيلعب لعبة الحقيقة مع الدولة اللبنانية هل يريد أن يكون فعلا مساهما والمساهمة في بناء الدولة اللبنانية العادلة كما يسميها لا تكون فقط في مسألة ترتيب وضع السلاح وإستراتيجية الدفاع كيف بتكون؟ تكون أساسا في قبول القرار الحر اللبناني يعني المصلحة اللبنانية أول وقوفه خلف الدولة هلأ بموضوع ترسيم بتشك فيه أم لا؟ هو فعلا بلش يتموضع خلف الدولة اللبنانية أنا برأيي أنا برأيي في النهاية يمكن لدولة ما أن تفتش عن عناصر قوتها وتعتبر أن هذا من عناصر القوت هذا السؤال الأبرز اليوم لبنان ما عنده شي قوة ما عنده قوة؟ كان قوة بالديبلوماسية بالسابق اليوم ما عنده في الماضي الشيخ بيار جميل كان عنده شعار قوة لبنان في ضعفه كان ريمون قدي عنده شعار أنه جيبوا بوليس دولة ليحمي لبنان كان كمال جمبلات عنده شعار تحالف مع الفلسطينيين فكر أنه الإصلاح في لبنان بيمر عبر التحالف مع الفلسطينيين كل أخطأوا إلا واحد يعني كل أخطأوا الواحد اللي ما أخطأ بشكل أو بآخر ريمون قدي لما موافق على اتفاق القاهرة اللي هو بدأ منه مسيرة تراجع على لبنان ولكن ريمون قدي موافق على اتفاق القاهرة لكننا لم نبنينا دولة يعني الدولة نهارت عند أول عاصفة ما عطى خيارتين بوقت والدولة نهارت عند أول عاصفة من هنا حزب الله يعني بده بلحظة يحدد أنا برأيي لبنان كبلد عمل واجبه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه كل القضايا وأصبح بلد على شفير الهاوي والانتهاء يعني لما يقول لودريون بتنبوز 2020 قبل انفجار المرفأ المشؤوم نعم أنه لبنان بلد مهدد بالزوال هو مش عب يقصد التضاريس هاي الجبل راسخ صخرة بيبقى والبحر بيبقى صحيح ولكن هو عب يقصد الكيان والدولة ومن هون السؤال الكبير أنه هل أنه فيه إرادة عند حزب الله وعند بقية المنظومة لأن المسألة كلها مرتبطة بعضها لأنه كله يغطي على كله صحيح على السماح ليس إنك سموها منظومة السماح ببناء دولة وتكون دولة فعلية وتملش تاخد قراراتها يعني إذا عندها مصلحة للدولة تلعب لعبة تحديد لحدود وفق معايير معينة إذا إجا افترضنا الروسي أو الأمريكي أو الفرنسي يقول لا لا أقول دولة واحدة المهم أنه يترك لبنان بمسألة واحدة ياخد خياراته بحرية وبعدين منبدأ حوار حول مسألة الاستراتيجية الدفاعية هيدا الخيار رح يرسم رح يرسم مصير لبنان بالمستقبل اللي جاي على يمكن خمسين أو مئة سنة لقدام ما أنا برأيي يعني الكلام هذا كتير مهم لأنه مثل ما عم نحكي عن أهمية الموارد وهل صحيح أنه عنا موارد أو لا لأنه بالنهاية الكل يقول أنه تمنع تطال من العمل مش صحيح أنه تمنع تطال من العمل اليوم معركة حزب الله هي مش بس ترسيم لحدود هو السماح للشركات أنها تجي تنقب في لبنان هيدا المعركة الأساسية منع تطال من العمل ومنع غيرها من العمل تطال أعطت كلام واضح باسم فرنسا أنه عندما يحصل الاتفاق تأتي لتنقل إذن هيا كلام رسمي وفي النهاية في البترون في مقابل البترون لم يجدوا غاز قابل ورجع طلع كمان حكي كتير لم يجدوا غاز قابل للبايع أو قابل للاتجار وإلا لهم مصلحة يعني بالنهاية مش حبيتسلوا يعني متل ما الناس لتفكر ولكن كمان دكتور يعني وبالنهاية شركة الروس شركة بمسألة روس نت الروسية الشريكة بموضوع صحيح توقيب ودول صديقة لروسية إلى علاقة وبكرة الصين هاي دي ما رح تتغير هلا من بعد الأزمة بين الروسية هوني سؤال هاي كله أسئلة ما عندي عنا أجوبي حاسمي عنا الصين عند الطموح كان أنه تلعب أدوار بالمرافق إجتفرانسا بسرعة خطفة الأدوار إذا هاي دي نافط رايع أوروبا رايزة تغير الصورة إذا المسألة بدها تريض ولكن المشكلة كما نقول اللي لا يتمكن من بدء حل مشكلة وسيطة بالكهرباء بدي يقدر ما رح يقدر حل مسائل كبرى يعني هاي منظومة فاشلة يعني مين رح يجيب لنا الحل فرنسا برأيك ولا فرنسا ولا غيرها نحن بننجيب الحل أنا برأيي الاعتماد على الغير دوما كارثي طيب بس هالمنظومة يلي الشعب رجع هو جدد لرح تدور جيب الحل هلا السؤال أنه يعني كما تكونون يولى عليكم صحي هاي مسؤولية الناس بس في نقطة مهمة صديقي نعم أنه في مسؤولية مش على فرنسا لوحدة في مسؤولية على الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا ألمانيا الصين الروسية أنه هالبلد الصغير الاسمه اللبناني حلوا عنه كلهم هني والدول الإقليمية يعني أرفعوا إيديكم عن لبنان قالها يوما أنور السادات كان معه حق وأتركوا هذا البلد يتنفس ولا تستخدموا هذا البلد عندكم ساحات أخرى ولكن في نفس الوقت بما أنه هذا البلد غير قادر على التنفس لوحده وغير قادر على إصلاح أموره يجب مساعدته يعني مساعدته كيف يعني القرارات الدولية بدي أنساها من 425 ل 1901 عندنا هاي القرارات لا تطبق ولن تطبق لأنه العالم لا تطبق كمان بس من الجبل الجانب الإسرائيلي كمان أوكي من الكل أوكي والجانب الإسرائيلي قبل الجانب الإسرائيلي صحيح أوكي بعدين إذن عندنا شغلة واحدة يتعاوز ساعدونا لنعرف نعمل كهرباء لها البلد ماء نضب النفايات ما حدا بساعدنا بلا شيء ومش عبنساعد أنفسنا وهذه الكارت الكبرى ولكن هذا بلد كأنه ما بيمشي بلا غازكا عنه حتى أحكي بوضوح بدي أحكي أو بلا جنرال جورو يعني هاي الحقيقة المرة يعني بمعنى بمعنى أنه هيدا البلد بده ناس أو صياء عروس للشباب يعني بده واحد يجي على وزارة الكهرباء ودي أعطيك مثل شوف ما الله فضيحة تعرف لاي البنك الدولي ما أعطى القرض ليجي من مصر أو من الأردن الحلر ترى حطه السفيرة الأمريكية لأنه أعطى شرط بده هيئة ناظمة بوزارة الطاقة وبعد لليوم ومن يعرق الهيئة الناظمة بوزارة الطاقة طيار سياسي معين حاكم البلد هون طيار رعوني ومسبح له أوكي ما خلونا بس هو بهذه المسألة خلوه خلوه باي باي هو حاكم البلد طب ليش إيران كمان عم بتساعدنا والعراق عم بيساعدنا أوكي عم بيساعدونا عم بيساعدونا ليلملموا وكمان بهدف يعني بهدف عم نحكي عن الصراع الإقليمي والمجابع العالمي لا يسجلوا لأنه ليسجلوا ليقولوا أنه هوديك معا بيساعدوك وأنه هوديك فيهم على بالنهاية نحن لنا مصلحة يخي لما يصير فيه هاي أناظمة روح نجيب من إيران مش مهم ونقول لها للولايات المتحدة هاي إيران بتعطينا بلاش بس نحنا منظمين وضعنا ما في أمريكا بساعتها تعمل علينا نمر وتقول لا لأنه ساعتها نحنا لما نظمنا قطاع الكهرباء عملنا هاي أناظمة عرفنا سعر الكهرباء عرفنا وين رايحين بالكهرباء ساعتها فيه صوتنا يكون أعلى بس فيه رفض يعني الشباب كيف أنه فيه ناس يخذين وزارة المالية بشكل واضح أخواننا الشيعة تحت عنوان التوقيع الثالث نعم ما هاي في الوزارة المالية و الجماعة الجماعة العونيين أنه برأيهم هني وزارة الطاقة صارت ملك لإلهم لأنه هاي يخذين وزارة من هالنوع أو لأنه السنة بيتمسكوا بوزارة يعني كأنه البلد أنه الناس التنين كأنه صاروا برغش أنه كل البلد عند السنة والشيعي والمروني مع احترامي لكل الآخرين يعني هذا كتير يعني طيب بلك يطلع له شي واحد فلتة الفلتات يفهم يفهم بالشغل كله ونطلع سرياني طيب يعني ما قلوا محل ما باوض يطلع له محل اي يعني أنه في شي بهالبلد كله غلط وبهالمحاصصة هاي المحاصصة التدميرية ما هيك أنا عندي خي واحد درزي اسمه مونير يحيا جبوه لي يا وزير كهرباء وخلوه يشتغل مع هاي النظمي إذا ما عرف يشتغل ساعة تقوله إنه هاي ده الزالم حمار يعني كمان يعني تقنيت هي يريد توقف يقولوا عنه هيك لا ما عم نحكي يعني إنه سعي سعيد إنه بالنهاية بالنهاية بل نحكي حقيقة الدروز مثلا هني أساس تكوين هالبلد طاع على المنطقة عبائنا بعقلين ودائر القمر هونيك تكوين هالبلد هونيك الأمارة بالنشيد وهالأمارة فكرة لبنانية هي درزية مارونية وبعدين كبريت وصار هالبلد طاعب الواحد بدي يندم لأنه أسس بلد يعني لاي لأنه روحوا لهالبلد ضيعوا لهالبلد بدأ أسألك عن الموضوع عن هيدا الموضوع نحكي فين رجع بس ولكن بدأ استغل حضورك معي اليوم بدأ أسألك سؤال الكل في ناس تاخدوا على مصلحتهم بياخدوه ساعة يمين ساعة شمال اليوم لبنان كيف أقوى بمفاوضاته بالسلاح ولا بمفاوضاته الديبلوماسية متل بقيد كل الدول اليوم ليش لبنان تخلى عن المفاوضات الديبلوماسية ورح باتجاه السلاح وأي أقوى يعني اليوم أنا في ناس بتقل الديبلوماسية ما بتجيب لك شي صحيح هيدا الكلام لك هيدا الكلام يعني نقاش لا يطرح فقط في لبنان يطرح في دول كثيرة بالعالم يعني عم نحكي عن عناصر الكوة نعم هلأ لبنان لايك عنده عنده جاليات بالعالم عنصر كوة طويل عريض بين بالانتخابات الأخيرة ما بيعرف يستخدمها صحيح يعني لبنان عنده عناصر كوة كثيرة هنا الداخل ليست بيعرف يستخدم وتنوعه عنصر كوة الوجود المسيحي فيه عنصر كوة لأنه بلل وجود المسيحي لبنان يصبح بلد مثل البلدان الأخرى يعني قاطرة هذه الدبلوماسية هلأ هذه الدبلوماسية برأيي هي قوة الموقف يعني أصلا قوة الموقف مع سلاح أو من دون سلاح أنا برأيي أهم شيء قوة الموقف حتى نحكي عن سلاح حزب الله سلاح حزب الله إذا يكون وراء الدولة عن جد مع إيمان أنه لبنان أولا يصبح قوة للدولة ولكن إذا سلاح حزب الله قراره ليس في لبنان يعني هون الموضوع الأساسي يعني السيادة كيف مرحنا ومجينا الأساس وقرار الدولة كيف بلد منهوب منهوب فاقد السيادة يريد يفاوض يفاوض ضعيف السبب السيادة لو لدينا سيادة يعني لدينا قرار واحد لا يريد أن يكون السيادة والإصلاح يتربطوا مع بعضهم بس إيه بدي أنا بلد يعني أنا بديش قول أنه نحن بنصير بلد على مستوى الدول الإقليمية وسطة لا نحن بنصير بلد يخي بس يتركونا نعيش يعني عنا عنا طموحنا ونحن أحكي بنظريات أنه هاي الحياة الصحية أو نائب النفس أو كذا يخي هذا بلد لما عملوا اتفاق علي بال43 سموه لا شرق ولا غرب ما هاي لما عبد الناصر فؤاد الشاب عملوا اتفاق الشهير سموه دولة مساندة يخي أنا ما بدي غير هاي أنا بدي أساس 43 لا شرق لا غرب وأساس فؤاد الشاب عبد الناصر دولة مساندة هذا الفيني أحمله أنا برأي بلد مثل لبنان ما في يحمل أنه يكون هو رأس طليعة أنه العرب كلهم بدون يطبعوا بدون ينتبهوا للاقتصاد تبعهم للتنبي تبعهم طيب أنا بد روح على الحج لوحدي والناس راجعة يمكن البعض يعتبر هالكلام تخاذلي واستسلامي لا بس واقعي أنا واقعي أنا بهمني أمر ابن الجنوب لبنان قبل ما يهمني أمر ابن الجبل اللي هو عانا الذي قاتل وكاوم وعمل ونضل صحيح ويحترم نضاله ويحترم تضحيات وكما يحترم تضحيات كل اللبناني كل اللبناني ضحى من أجل نظرة معينة عن لبنان يعني من الشيخ بشير جميل لكمار جنبلاط لأي واحد بالجنوب وبنسيش المكاومة الوطنية التي كانت طليعة المكاومة بسنة 1982 يعني هؤالناس كلهم يعني بدك تحترم تضحياتهم ليبقى لبناني كل العالم قدمت باللبنان صحيح وإذا ما احترمنا تضحيات بعضنا وما حاولنا نعمل تسوية صحيحة بين بعضنا يعني إسا لا نحكي ولي جنبلاط هيدا بدي بدي فوت على لا أحكيك شغلك يعني برأيك رادار الوزير جنبلاط لقت شي تغيرات مسألة مش رادارات يعني إسا بدي أتكلم معك أنا كقريب من ولي جنبلاط من ناحية الشخصية بعتبره حتى يعني صديق ومن ناحية الثانية بس ما ما فيه تبرير يعني بيظل معركة بدي أحكيك كمحلل المستقل فضل وبدي أحكيك كمان رأيي الشخصي أنا برأيي إذا اللبنانيين ما فهموا بعضون راح نضلنا نضلنا محلنا بمعنى أنه أكيد السياسي مش متل ما الكل بفكره أنه شيء تابت جامد تتغير يعني أنه كان يحكي ولي جنبلاط عن حصار الجبل وإنه يحكي عن هذه لماذا لأنه هو بالمعمعة لأنه هو على خط النهار قبل الانتخابات حديث نعم ولكنه هو يحكي بوضوح نعم يعني أنه فيه وضع إسه أنت كنت تحكي عن احتمالات التفجير يعني باحتمالات التفجير البيئة التي يمثلها ولي جنبلاط هي بيئة ستكون موجودة بقلب المعمعة يعني ما يقولنا ولي جنبلاط نحن قدمين على تفجير ما وانا عم بحكي عم بحكي لا هو يحاول ربما تفادي يعني يحاول من خلال ربما بس استشعر يعني هو كلام أكيد فيه استشعار يعني هو الكلام عن مسألة الكهرباء أو النفط يعني مع كل محبتي لا يعني كلام الأساسي هو الاستحقاك الرئاسي ومحاولة عدم إفشال موضوع الحدود هم مربوطين ببعضه حتى موضوع موضوع الداخل تم بحث موضوع الحدود كمان كمان أعطى وجهة نظره أكيد ومسألة الاستحقاك هلا بالنهاية الناس يعني بيحكوا مع بعضهم يعني سامير جعجع عاب يحكي بده رئيس إنقاذي والجنبلات عاب يحكي بده رئيس من مواصفات ليا السركيز سامي يجمين مع جماعة المعارضين والإنقاذيين عملوا تجمع أنا برأيي هذه الصورة طبعا أهم من كل الأشياء الثانية لأن صورة بلشت تعمل شوي التوازن سيدم تكبر هذه الصورة هذه الصورة طبعا الستعاش يجب أن يضم إليها تيمور جنبلات بإسم اللقاء الديمقراطي يضمطم عليها سريدة جعجة في فرق بين أراء بين وليد جنبلات وتيمور جنبلات مع حفظ بالنهاية في فرق لأنه بالنهاية بالنهاية يعني استمرارية ما في فرق بس لا الآن بالتسمية الرئيس الرئيس الحكومي كان هناك فرق حسنا هناك فرق يمكن اليوم اليوم صباحا تيمور جنبلات موجود في الكركيا عند بشارة الرائعة حسنا هذا ليس معناته يعني معناته أنه الحوار هو حوار يعني ليس أنه نحاول حزب الله لننسى الحليف الأساسي الماروني أو القوات اللبنانية يعني المسألة بوضوح هي نوع من تموضع لمحاولة إنقاذية كل واحد بشوفها شكل أنا برأيي بدون ما يسمى السياديين والتغييريين يعملوا نوع من كتلة سنبقى مكاننا يعني بالنهاية لا أحكي بوضوح حزب الله عنده 61 نائب مع محيطه نعم في 67 نائب في المقلب الآخر ولكن ليسوا كتلة في منهم حوالي عشرة عبيصبحوا ما بعرف مان عبيصبحوا لكن بالنهاية يعني في نوع من توازن لن يكون هناك رئيس هذه المرة من دون توافق على رئيس ما رح ينفرض رئيس علينا مش ممكن ينفرض رئيس تجربة الرئيس إذا ينفرض رئيس يكون من ضعف الجميع يعني من ضعف الجميع ومن ضمن حزب الله ومن مسؤولية الجميع يعني إذا خرض رئيس علينا من مسؤولية ولي جملاط مسؤولية صامير جاعج ومسؤولية سامي جميل بالمكان الأول بما أنه مع الأسف المكون السني غائب من يمكن يفرضه الخارج أو حزب الله من الداخل المراقبة اللعبة حتى الآن حزب الله يبدو حذر في مقاربة ملف الرئيسي الشيخ نعيم آسم يقول من بعض الانتخابات رقم 79 في كتير ناس وقفت عند هذا الرقم اليوم بدأت تبلور أنه التركيبة اللي ممكن تروح باتجاه انتخاب رئيس أو التسوية ممكن تشمل تكون قريبة لهذا الرقم ولكن بالنهاية واضح كان أنه حتى حصول الرئيسنا بيبرع خمس ستين صوت لم تكن مسألة سهلة وواضح كان أنه معركة الياس أبو صعب لو ما كان فيها تعرجات من هؤلنا الناس اللي بيصبحوا من هؤل النواب بلا ما أحكي عن الأسماء تغييريين وغير تغييريين ما كانت ممكن لذلك لا أنا بالنهاية لا أظن أنه حزب الله عنده إمكانية يجلب التلتين لمجلس النواب إذن لكن مش هذا يفرض مرشح كما هو لعب لعبة التعطيل في الماضي طرف آخر قدران يلعب لعبة التعطيل ولذلك يجب أن يكون هناك عقل نية وتوافق على اسم شخص أنا أرفض أن يكون الرئيس رئيس إدارة الأزمة أنا ولن يكون رئيس الحل لأنه لسته مثالياً ولكن أريده أن يكون رئيس بداية الحل الدخول في الحل الدخول في الإنقاذ مثل مين؟ يعني فيه شخصيات كثير تطرح مين؟ يعني تطرح شخصيات جملة قائد الجيش هل من هذه الشخصيات؟ أنا بحترم كل الأطراف أنا أريد أن أقول اسمه لأنه انطرح يعني ما تروح اسم قائد الجيش ولكن البعض يقول أنه جرب العسكر وإلى ما هناك ما تروح أسماء وزراء سابقين قضاء قضاء آخرين يعني ما تروح أسماء البلد لا ينقصه أسماء يعني كل مروني مرشح حتى إشعار آخر ولكن أعتقد يعني فيه نوع معين من المواصفات وأهم مواصفة أنه يكون عنده ضمير يكون عنده ضمير كرمال لبنان برأيك حدا بده انتخاب رئيس جمهورية؟ أكيد بده حتى حزب الله بده حتى حزب الله بده لأنه الكل بحاجة لا تستمر المؤسسات ولو كهياكل ولكن نعم الكل بده لازم الكل يكون بده وبرأيي دخول بلعبة الفراغ كمان خطرة كتير وتمديد ألام لبناني كتير ويعني يعني يعني مين على انتخاب بالأوقات الدستورية؟ يعني أنا برأيي هذا سيتوقف على الملفات الأخرى اللي عم نحكي عنها النووي نووي نووي وموضوع الحدود يعني الصورة كلها مع الأسف مترابطة مع بعض طيب بعد معنا ثلاثة آيه فضل الاتفاق النووي يعني من نام عشي من قوم عشي بهالاتفاق وفي ساعة ما هذه أنا سميتها يوما حكاية إبريق الزيت يعني من زمان هي حكاية إبريق الزيت نعم من بدء التفاوض في 2003 ولكن بعد 2015 أكتر بعد 2018 ما سحب ترامب أكتر وبعد 2021 من بدء المفاوضات إلى اليوم في دوران بحلقة مفرغة ويعني وفي سؤال عن جد بدهم اتفاق ولا ما بدهم اتفاق أنا برأيي الطرف الأمريكي محرج أن عنده انتخابات نصف الولاية نكشف عن محاولات لاغتيال بولتون ما بعرف كأنها صحيحة أو لا وغير بولتون إذن حتى عند الجانب الأمريكي فيه انقسام أمريكي عميق وفيه نوع مثل ما عبيحتي هذا الانقسام الدولي مع تبلور أنه إعادة وحدة الغرب وتكتل آخر الصيني روسي إيراني يعني أمل الغرب في الرهانة إيران من هنا الأوروبي يحاول دوما استمالة إيران تنازل لإيران على إيران لا تذهب بعيدا في الاتجاه الآخر لكن برأيي تأخر وبرأيي عند الإيرانيين في ثلاث أسباب تجعلهم يتريثوا أكتر ولا يتحمسوا أو السبب الأول أنه سعر النفط والغاز عاد ارتفع العقوبات لم تعود تهمهم تعود أقلمه تعود أقلمه معه رقم اثنين ليس عندهم تأكيد أنه البايدن والديمقراطيين سيعودوا وعندهم خشية من أن يتكرر ما حصل معهم من قبل سيناريو ترامب ورقم ثلاثة هناك اضطراب في إيران يعني من يومين اللي رئيس الحركة الخضرة ورئيس الوزراء الأسبق مير حسن موسوي يتكلم عن مسعى لكي يكون نجل المرشد الأعلى نجل خمنئي وريثا له وهذا شيء جديد ضمن الجمهورية الإسلامية واستنكر الفريق الفريق الرسمي ذلك واتهمه بأنه عميل أمريكي إذن هناك اضطراب اجتماعي في إيران اضطراب سياسي اختراقات ولذلك في هذا في ظل كل ذلك عدم موافقة واشنطن على رفع الحرس التوري عن قائمة الأرهاب يعني أن الحرس التوري ومحيط المرشد لن يتقبلوا بفكرة التوقيع بسهولة لأنه برأيهم يمكن أن يلزمهم بأشياء ومن الأشياء التي يلزمهم فيها كشف الحقيقة حول البرنامج الموازي حيث هناك أثار يورانيو مكشفت ولم نعلم أين هي من هنا أعتقد سنرى خلال أسبوع يعني المسألة هي مسألة أسبوع إذا كان هناك جواب إيجابي أو سلبي هذا على المقترح الأوروبي حتى الآن الإشارات الأولى كلام ممثل خامنئي في جريدة كهان الإشارات الأولى من وليات المتحدة الإشارات حتى الآن ليست إيجابية يعني كما كل شيء صارح ولينا نحن ما في شيء إيجابي يعني نأمل يوم من الأيام يعني يجب عدم فقدان الأمل والتفاؤل هذا البلد يعاني يعاني ولكنه سيبقى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو ديب أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكب السياسي شكرا مشاهدينا ومستمعينا لهم يكون صلنا إلى ختام الأسم الأول فاصل ومننتقل إلى القسم الثاني اشتركوا في القناة